نداءات كثيرة أطلقها مولون عبر ولاية الوطن ومن خلال تجمعات ولاية وأخرى عبر صفحة وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال صرخاتهم إلى وزارة الفلاحة علّها تجد حلولا قبل ضايع ماشيته وصل سعر القنطار الواحد من مادة النخالة إلى 4800 دينار فيما بلغ الشعير عتبة 5000 دينار إضافة إلى نقص الكلاء بفعل موجة الجفاف التي عرفتها البلاد بالإضافة إلى التهم الموجة إلى أصحاب المطاحن والتي تخص تلعوب بمادة النخالة أسباب جعلت مربي الماشي يلوحون بإضراب وطني لإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ ثروة الحيوانية المولة ما دمرهم يعني تشكوها للعلاف بلش لخطر لك هو كان دعم يعطاهم دائما ولكن في جاءت في هذا الموسم الموسم يعني تعشيته والبار يعني يعني العلفة قصفوغ يعني اللي كانوا يمدوا الشعير والماشية راح يطالبها يعني بها لعانة في هذه السلطة وشعرين تعشتها يعني وزار فلاحات تشوف عن الاعتبار بها يعني يسرحوا لهم الدعم اللي كانوا يمدوا يمدوا الشعير أما السوق يعني الموازي راح يعني فيه الأسعار غالية بزاف 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 وهي اللي هي هذا الأسعار اللي راح يعني تعال مرشي طرال هذي هو اللي غادي يقضي علاء الماشية ويقضي علاء الموال ولعل لقاء الثلاثية الأخير الذي جمع فدرالية الموالين بالديوان الوطني للأعلاف والديوان الوطني للحوم الحمراء قصد تنسيق الجهود والرفع من معاناة مربي الماشية قد يكون المنفذة لذلك برنا مشتعل حكومة باللي عندها علاقة ثلاثة ما بالموال وما بالمذة بحصيناعية ولوناب الموال يعني يغمن يعني يلفالين تشتعه الشي اللي يقدر عليه ما هوش بسيب عليه كالينتاج مش الشي اللي يقدر يساهم يساهم والمذة بحصيناعية ولوناب يضمنوه في الأعلاف وتسويق تعال ماش ينتعه رقمنت وتتبع مسار مدة الأعلاف بالمطاحن والدووين الخاصة بتغذية الأعلاف ومحاربة السوق الموازية حلول باتت مستعجلة للحفاظ على التروة الحيوانية وكسر أسعار لحوم الحمراء التي قد ترتفع من جديد